هنروح ليه موضوع بيشغل يعني عدد كبير من المصريين لما بيدخنهم فيه عند العمال الصناعية الحرفيين السجارة الشعبية ليه الكلبطرة على طول وكلبطرة دي ما بايتش موجودة ولو موجودة تبقى موجودة في السوق السوداء ولو موجودة في السوق السوداء تبقى بزيانة 30% بعيدا عن أن التدخين ضر جدا بالصحة وبعيدا عن أننا مش عايزين الناس يقعوا في براسل التدخين بعيدا عن ده بس أنت أمام شخص دلوقتي هو عنده احتياج من هذا النقطين المصريين المدخنين أو المدخنين المصريين بينفقوا سنويا 17 مليار جنيه على التدخين 17 مليار جنيه ينفقها المدخن المصري طوال العام في أزمة دلوقتي في التدخين أزمة تتعلق بغياب التسعيرة يعني أنت تروح سواء أي أن كان نوع السجار بتاعك سجارة أجنبية تشتريها من كشك غير لما تشتريها من هايبر ماركت كبير غير ما تشتريها من السلاسل المحلات المشهورة اللي موجودة في محطات البنزين هناك أكثر من سعر قرابة 3 أسعار المواطن المدخن خاصة الغلبان البشرة بكل بطرة دي بيقولك أنا مش لقيها وبضطر أدفع من 12 ل 15 جنيه زيادة في العلفة وبيضطر دلوقتي بقى فيه زاهرة بالولازبة أنا أعرف أن زاهرة الفارت السجارة الفارت بتبقى في السجارة المحلية بس وصلت للسجارة الأجنبية يعني اللي غاوي سجارة أجنبية ما بقاش معه فلوس يشتري العلبة العلبة بقت قرابة 65 جنيه فيروح يشتري 3-4 سجاير كده مش قادر يدفع 65 جنيه وده اللي هو كان مقتدر وبيشرب سجاير أجنبية فدي زاهرة لابد لها من حل فيه أكتر من شخص متداخل فيه تاجر فيه موزع وتاجر جملة تاجر تجزئة في بياع تعالى نروح للدكتور هاني أمان العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان تسأل خير دكتور هاني أهلا وسهلا زي حضرتك خبارك أنا مش دكتور الحقيقة بس يعني سعيد جدا أن أنا أكون مع حضرتك النهاردة الله يخليك أنا بس عايز أعرف إيه سبب تعدد أسعار السجائر في مصر والله أنا أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا إحنا قطاع السجائر لغاية دلوقتي ما رفعش أسعاره أسعارنا هي الأسعار الرسمية اللي موجودة أنا أولا هنا بتكلم حياة بتكلم عن قطاع كله حتى بتكلم عن شركة نعم شركة الشرقية فقط اللي بتكلم عن قطاع قطاع السعر الرسمي ما رفعش أسعاره إحنا أسعارنا ما زالت كما هي إحنا بنبيع للسوق وبنورد للتجار كميات المطلوبة بنفس السعر الرسمي اللي تم إقراره في كل مكان يعني السعر بتاعك شركة شرقية في كل سجائرها النهاردة 24 جنيه ده السجارة كيلوباترة دي السجارة كيلوباترة والسوبر وكل بتتبع ب35 جنيه سودا سمعنا أكتر من كده فنم واسمعنا أرقام أكتر من كده وإحنا مستغربين الحقيقة ومش فاهمين ليه ومش فاهمين إزاي طب ملزموا ده العرض خليها مرة طرطة الحقيقة برضو إحنا رجعنا وراء الموضوع لقينا إنه السجارة موجودة لكنها غالية وده اللي إحنا مستغربينه يعني إحنا ما فيش حد بيقول أنا مش لاقي سجارة كيلوباترة كله كل الناس بتشتكي إن السعر العلبة كيلوباترة وصل تربعين جنيه لكن محدش قال أنا ما لقيتش السجارة كيلوباترة بدليل أن كلهم بيشتكوا من سعرها مش من عدم آآ طوفرها وده اللي حصل وإحنا الحقيقة بنرأبين الوضع تماما وعارفين الكميات بتروح فين أو بنورد كمياتنا فين إحنا متعودين كل سنة في هذه الفترة من العام قبل 1-7 مع بداية السنة المالية بتاع الدولة إنه التجار بيتوقعوا إنه فيه زيادة ضربية أو فيه زيادة سعرية فبالتالي هم بيستبقوا الأحداث بيبدأوا يخزنوا البضاعة بيبدأوا يشتغلوا على إنه هم يرفعوا السعر علشان يستفيدوا من الأسعار الحقيقة إحنا كنا متعودين على الكلام دوت ومتعودين إنه بيحصل بحجمه معين السنة دي لسبب مش مفهوم الرقم الزيادة آآ بقى بقى مش طبيعي يعني عدى توقعاتنا أو آآ اللي إحنا كنا بتشوفه طب تعالي نسأل السؤال بشكل تاني هل الكمية المطروحة من سجائركم المحلية تكفي حجم الاستهلاك اليومي؟ تكفي حجم الحصة السوقية بتاعة الشركة الشرائية يعني عاصل أقول يا فندم إحنا إحنا لو نزلنا آآ ثلاث أضعاف الكميات اللي إحنا بنزلها النهاردة هتتحق وهتتخزن وهتستخدم في وقت آآ لاحق بعد يعني تصوراً إنه في زيادة سعرية فبالتالي هتستخدموها ما تنسأش أيضاً إن في بعض مدخن السجار الأجنبية نتيجة ارتفاع السعر آآ نزلوا ليه السجار المصرية ما هو دي دي كلها فندم نفس الحكاية يعني مثلاً في الشركة الشركات الأجنبية حتى اللي بتمتك في مصر وإحنا بنتكلم معاهم أنتوا فيه حصل عندكم قللتوا لا ما قللناش بنشوف الأرقام هي هي نفس الأرقام يعني هي الأرقام الصابقة طب فين جوهر المشكيلة بقى ما هو يعني ما أنا قلت لحادثك هيغوى فيه عملية تحب السيادة آآ من التجار من التجار علشان آآ هل إحنا محتاجين رقابة؟ آآ وإحنا هيشغالين مع أجهز الرقابة وفي التموين وفي الأجهزة الأخرى علشان آآ برضو يساعدونا في هذا المشكلة أنا كشركة أنا مش مستفيد نهائي من زيادة الساعة طبعا والدولة خسرانة وكلنا الحقيقة يمكن أنا في زيادة الساعة يكون متضرر أكتر مني آآ فعيد لأنه ممكن يكون مستهلك عندي بيشت أنا معوده على سعر سجارة معين بيتحرك عن بعيد عني ويروح لسجارة تانية قد تكون مهربة وقد تكون مهربة للصحة أكتر أداحش لا شيء يضرني مش يساعدني طب ما تعمل لي منافذ معتمدة آآ وتبقى بتباع فيها السجارة بالأسعار الرسمية اللي احنا متعودين يا فندم إن الموضوع دوت دايما بياخد بقى وقفي يعدي شهر ستة وسبعة يعني الموضوع التاني ده موضوع كبير إننا نعمل له استثمارات لكن حتى نفكر فيه إزاي إزاي نوصله يعني وده غالبا حتكون فيه بنحاول في خلال الشهر الجاي إن شاء الله يكون فيه أخبار كويسة بعد العيد نسمع أخبار تانية عن هذا الموضوع إن احنا نحاول نشوف نوصل إزاي طبعا فيه ناس كانت بره الصناعة وبره تجارة السجاير ابتدأ نشوفهم بيخشوا ابتدأ يجي لنا مكالمات واعتداءات على الموظفين بطوعةنا من ناس بيجوا بس في أوقات الأزمة علشان يستفيدوا من فرق الساعة وده الحقيقة اللي احنا بنحاول نمنعه يعني بنحاول نمنع هذا الاتجاه والناس اللي هي الغير يعني الناس اللي من بر القطاع اللي هي تيجي بس في وقت الأزمة تيجي تتعدى على الموظفين بطوعةنا ياخدوا الكاراتين علشان يبيعوها هم ويستفيدوا من فرق الساعة وبديني خطة شرقية للدخان ليه القضاء على ظاهرة التسعير تعدل التسعير زي ما قلت الحركة هي هي بتبقى دمرة واحد ظاهرة وقتية بتعدل تلاتين ستة ونقص على سبعة والأمور بعد كده بتبدأ تيهد شوية احنا مواكبين الحركة وشايفين بنوجه الزك بتاعنا والبيع بتاعنا بحصصها المعتمدة على كل منطقة في الجمهورية ويهي بنرأي بهذا ويهي والاتفاق مع الأجهزة الرقابية علشان لما بنمسك حد أو بنعرف حد هم بيتأخذوا قرار يعني دعني أشكرك أستاذ هاني أمان العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة شرقية للدخان ولكل مدخن للسجارة المحلية يعني على لسان العضو المنتدب للشرقة الشرقية بالدخان هنعدي شهر ستة وجزء من سبعة والسجاير هتبقى ما فيهاش أسعار زيادة